ايها الاحلال العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كومينتو مصر النهاردة البرنامج اللي عامل صداع في دماغ السيسي السيسي المأزوم من كل الوجوه المأزوم اقتصادياً المأزوم اعلامياً المأزوم سياسياً حضرات السادة اهلا بكم والسيسي المأزوم السيسي اللي طلع النهاردة يتكلم عشان يقول المصريين رسائل مليانة بغرام وكلام فارغ بس انا مش قلتلك يا عبدو مش نوارتك مش نصحتك بدل المرة الف من ساعة ما كنت انا في اسطنبول بس انت بس فرعش كلام انا قلتلك يا عبدو غير اعلامك وقلتلك يا عبدو ده اعلام فاشل لازم تتأخر كل الوقت ده عشان تطلع النهاردة تعترف قدام الناس كلها ان اعلامك مش قادر يرد ولا يدافع عن الكوارس اللي انت بتعملها حضرات السادة السيسي النهاردة الحقيقة خبت ألمين لكل اعلامه وقال لهم انتو مش عارفين تدافعوا اتفضل الحالة اللي بتتعمل معاكم يا مصريين هما دايما مخدمكم في حتة واحنا باين علينا مش عارفين ندافع عن نفسينا كويس باين علينا ايه اه مش عارفين فاشلة البازا فاندي فاشل اعزائي المشاهدين قلتلكم مبارح هنا كلمة السر مش محمد ناصر ولا في مكملين ولا في حد السر في اللي بيقولوا بقى البرنامج ده عشان كده لحمد موسى ولا البازا فاندي ولا النبطش عمر قديم ولا اللي مشغلينهم اللي هو عبد الفتاح هيعرف يرد بعد ما عرضنا مبارح ملاف بسيط جدا عن مشروعات السيسي وفضحناه بالارقام وقلنا هنا انها مشروعات فاشلة وعبق على البلد وضيعت الجنيه وفرمت الاحتياطي وولعت في الاسعار والغريبة ان احنا بعد ما عرضنا ده ودي اقل حاجة يعني فجأة الصبح يطلع عبد الفتاح يوجه لنا التهمات ويدافع عن التفريع اللي تكلمنا عنها مبارح مبارح لسه بنتكلم عن التفريع يطلع يدافع عنها وعشان يدافع عنها او مش لاقي مناسبة يطلع فيها فيعمل ايه فيخترح حاجة كده اسمها افتتاح مش عارف ايه كده في قناة السويس هتسألني تقول لي ايه دليلك هسألك انا سؤال تاني هو حد عارف السيسي ظهر النهاردة ليه افتتاح القرية الاولمبية لهاية قناة السويس اخترعها اه مناسبة هو اخترع مناسبة يطلع فيها والدليل الدليل هو مش افتتح قبل كده في مارس افتتح الاولمبية دي خد الخبر ده مصر تحصد ستة زهبيات بالبطولة العربية البارالمبية لتنس الطاولة اختتمت مساء اليوم الاثنين منافسات البطولة العربية الاندية لتنس التي اقيمت بالاسمعلية في الفترة من كذا كذا بالصالة المغطأة للقارية الاولمبية لهيئة قناة السويس الكلام ده فاني اولاد في 28 مارس 2022 يعني القارية اللي هو قاعد يفتتح النهاردة دي اهو في مارس كانت شغالة القارية الاولمبية لهيئة قناة السويس وتلعب فيها بطولة ده الدليل يا حضرات على ان السيسي اخترع مؤتمر وقاعدة والحديدة وقالوه عشان ويقولك افتتاح القارية الاولمبية اللي اصلا كانت شغالة واستضافت بطولات لكنها مجرد حجة عشان يطلع يرد علينا لدرجة ان المصر اليوم كتبت الخبر كده المصر اليوم كتبته بعد افتتاحها من جديد شوف اتكاسفوا بعد افتتاحها من جديد معلومات عن القارية الاولمبية لهيئة قناة السويس المصر اليوم الحقيقة ما قدرتش تجدب وتقول افتتاح افتتاح السيسي اليوم الخميس القارية الاولمبية لهيئة قناة السويس تلك القارية التي تم افتتاحها بعد عامين من اطلاق شركة قناة السويس الجديدة تقدم العديد منها يعني القارية دي الاعداء اللي هو اعداء النهاردة دي الافتتاح ده تاني مرة يتعامل للقارئ اللومبية وده اللي خليني أقولك إن السيسي جاي مخصوص لنحن عامل قاعدة ولامم الليلة كلها ولامم الحرامية عشان يتكلم كلمتين أنا فاكر آخر مرة طلع السيسي كانتكلم علينا أو على القنوات المعارضة في الأمم الاتحدة لما حرض علينا الدول وقال إن الدول التي تستضيف المنابر الإعلامية وتوفر لها الملازل آمن حد فاكر ده اسمع ومن المؤسف أن يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملازل آمن والمنابر الإعلامية والسياسية ده في سبتمبر 2020 بعدها حصل بقى اتفاق بين تركيا ومصر وقعدونا في البيوت أوكي قعدنا في البيوت ما جابش سيرة الإعلام قبلها بقى طول ما كنا على الشاشة كان فيه هجوم متواصل علينا من السيسي نفسه سيبك من قلضيشه ده نشوف الفيديو ده كده ويدوروا في كل موضوع نعمله على الإساءة ويتشكيك الناس البسطاء ويقول لهم هيتروحوا من ربنا فين لما تضيعوا 20 مليون بيدوروا ويجهزوا قدواتهم ويدفعوا فلوس لناس عشان يهدوا بلد ومن المؤسف أن يستمر للمجتمع الدولي في غد الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرعابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملازل آمن والمنابر الإعلامية والسياسية أنا أقول لكم مرة قبل كده هم بيقولوا تغيير وأنا بقول لكم ده وجه بيقدموا للناس لكن الوجه الحقيقي اللي هم عايزين ينصرروا له اللي انتم بتشوفوا قدامكم ده تدمير الناس وتدمير الدول بدعاوة كاذبة زائفة وبيعيد تصديرها للرأي العام في بصر عشان يخلي رأي العام هو أداة التدمير هو أداة التدمير للدولة وقدر عبد الفتاح السيسي أنه قعدنا في البيت سنة النهاردة بقى بعد ما طلع نغله وطلع يكلم علينا تاني النهاردة إحنا لازلنا عقد السيسي بعد اعترافه بفشل إعلامه أخذ عبد الفتاح بنصيحة أحمد موسى واخترع مناسبة مناسبة أي مناسبة افتتاح القرية الإولمبية اللي تفتحت في مارس أي قعدة وطلع يحط لهم سياسة حريرية لإعلامه سياسة حريرية جديدة ويديهم من علمه وخبرته في الإعلام التلفزيوني ويقول لهم إزاي تتعاملوا مع الإعلام المناوة حضرات السادة خلونا أعرفكم دلوقتي على عبد الفتاح مش متعجيش عبد الفتاح التلفزيونجي حضرات السادة أقدم لكم عبد الفتاح السيسي رئيس تحرير برنامج أخباري كما جيبوا الكناب ده واتطلقوا لتقال في كرايد المناوة ولتقال في الإعلام المناوة ولتقال على مواقع التواصل الاجتماعي وتكلموا عليه وقولوا ده مثال حي اللي ازاي هم عايزين يأثروا عليكم اللي بدافع عنه يجيب اللي تقال اللي تقال علينا وتحط قدام مننا على التلفزيون هنا نشوفه أو على الشاشة هنا نشوفه وده اللي تقال لنا وده اللي احنا فيه ده اللي تقال علينا وده اللي احنا فيه إن الإنسان المصري البسيط اللي مش شارع يفهم إنه هو مستعدف يستعرف إنه هو يأسوه يخوفوه يضعفوه لأنه هم ما عندهمش حاجة تليغر كده ما عندهمش حاجة غير التشكيك والإساءة وسوء ومعلومة صغيرة ممكن تكون صحيحة ويحط جمي منها أكاديب كثير يسأل لا 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 هاتوا اللي قالوا كله هاتوا اللي قالوا كله وطلقوه ودحكونا على اللي قالوا مش بيجبوا صور وبيجبوا كاريكاتير وكلام نازل قبيل وقالكم خلفين تجيبوا كلام ليه ما تقولوا قالوا علينا وقالوا علينا وقالوا علينا وإحنا كمان بنوض عليهم بالواقع دعا فتاح السيسي في وظيفته الجديدة رئيس تحرير برنامج إخباري بس هو قال هاتوا لهم حاجاتهم بتاعتنا احنا يعني ودحكوا الناس عليهم علينا احنا يعني ضحك الناس علينا عالفتاح هي دي مشكلتك عالفتاح اللي هيحل مشكلة مصر انك تطلع علينا كوميكسات على كل حال احنا مستعدين نطلع نلبس أرجوزات لو ده هيحل أزمة مصر عالفتاح مستعدين نطلع نقول نوكت زي حمادة الله يرحمه الراجل بتاع النوكت لو ده هيحل مشكلة مصر وبعدين يا فتاح ما انت بقالك سنين بتعمل بروموهات في اكسترا نيوز علينا بقالك سنين بتطلع اعلامك يقبح ويجتمنى وتسريبات جنسية وفضائح حلت حاجة عالفتاح يا فتاح انت مش راجل دولة البلد مش لعبة عالفتاح البلد مش بلاكنتين في حي عشوائي نقعد نشارشح لبعض البلد بلد كبيرة عليك يا فتاح البلد مش لعبة عشان نشوف مين يضحك عالتاني وبعدين انت طالع تقول لإعلامك يعمل ايه وما يعملش ايه طب مهم كانوا بينفزوا اللي انت بتبعته على سامسونج وكان في حد فيهم اصلا بيفكر طالع تلومهم ليه دلوقتي على كل حال كلام السيسي ونصيحه فتحت عليه ابواب جهنم في تعليقات الناس زي الناس اللي دخلوا علقوا على صفحة الشروع تعالي شوف الناس علقت قالت ايه على صفحة الشروع الحمد لله واسمعش لي لاني على ثقة فحضرتك ادي واحد وفاء طب وبيع الشركات الاملاقة في كل من المجالات اكاذيب برضو الناس بقى بترد عليك ايه طب قول اجذوبة واحدة منهم كل اللي قالوا عنك مايجيش عشرة في المية من المصايب بتاعتك واخرها الطيارة من 12 مليار جنيه فعلا اللي بيأكد الاكاذيب دي ارتفاع سعر الدولار وتدني قيمة العملة وارتفاع الدين المحلي والخارجي وارتفاع معادلات الضخم بالشكل قول مسبوك من 200 سنة سيبك انت سيبك انك خليك لازق انت في الكرسي عشان تحافظ على عمرك حتى لو بقيت اخرب اخرب من الخراب مش مهم حتى لو بقت البلد يعني اخرب من الخراب حد تاني انا بقترح نعمل مسلسل اختار الجزء التاني صفحة الرد على العشرار ده تعليقات الناس هو فين الاعلام المعاردة ده كله بيطب العمال على بطال والحقيقة عمالة الزيف رغم الخيبة اللي بنعيشها ده انتو تمستوا الحقيقة بكل قوتكم عن اي اعلام تتحدث هو في حد يقدر يقول في مصر غير التعليمات اللي بتيجي من عندكم ده احنا بنعيش فترة تكميم افواح لم نشهدها من قبل محدش حتى يقدر يعترض لفاطمة عبد الفتاح يوسري بيقول لك وكبدة الاختيار ومحلات البرينس اللي هدتوها عليه للأسف انتو مش شايفين حد في البلد غير جنابكم والحشية المرضي عنها برضو صحافة معادية للأسف على فكرة احنا مصريين وبنحب البلد وعايزين الناس الغلبة تعيش في كرامة مش زلت لقمة العيش وحبة الدواء ده يوسري قادي عماد قال لك ليه المشاريع والقروض اللي تعرض على مجلس الشعب ويدرسها بحرية ويرفض او يقبل ده عماد في حد تاني يا شباب قادي واحد تاني قال لك والطيارة من 500 مليون دولار كان من الإعلام المعادي والقصور اللي زعقتلنا وقلتلنا انك بنيت وحتبني كان من الإعلام المعادي والقروض اللي غرقتنا فيها واللي طلع طلع مش عارف ايه من البنك المركزي ده كان من الإعلام المعادي وتوقيع اتفاقية شرعية شرعية سد النهضة وجبت الرجل حلفته مية الني اللي ضاعت كان من إعلام المعادي سياتر بتاع كل الحاجة دي ملهاش اي تابير اللي الشعب بيعانيafar يطلب ويقلع هدومه أحسن حال أنك ترحل وتسيبها لغيرك سيادتك ولا نبي مرسل من السماء وفيه آلاف يقدروا يحكموا البلد ويحلوا المشاكل من غير أصور ولا مدل الأغنية ولا بيع أصول مصر لأجداد ما تعبوا فيها ده وليد يا عفتاح ده وليد ده عينة من تعليقات الناس اللي مش محتاجة حد يقولها تصدق مين وتكذب مين لكن السيسي اللي كان بيتابع حلقة مبارح وماشي على سكريبت الاستوانات المشروخة بتاعته اللي احنا توقعنا أنه هيكلم فيها وعشان تعرف قد إيه فيه بقس للسيسي وإعلامه فاحنا هنا سبقناهم بخطوة وتوقعنا مبارح شوف حلقة مبارح توقعنا السيسي لو طلع هيقول إيه ووسقنا استواناته المكررة حد شاف حلقة مبارح مبارح طلعنا قلنا لو طلع هيقول إيه النهاردة طلع قال نفس الاستوانات نشوف الجراف كده بتاع المأزوم اتفرج الجراف استوانات السيسي ده اللي عرضنا مبارح قلنا لكم لو طلع هيكلم على وعود براقة يقول لك اصبروا أنا ما ضيعتوش قبل كده الإنجازات غير مسبوقة هتشوفوا مصر جديدة وقلنا لما بيطلع يتكلم على الفشل بيبرر الفشل بصورة يناير وكورونا وكورانيا وزات السكان ومؤامرات أهل الشر وقلنا لما بيخلص دول ودول بيحذركم بقى احنا مش أحسن من سوريا والعلاق البلد اللي بتضيع ما بترجعش ما اسمعوش كلام حد غيري كله هيتحاسب على العالم وعارض مش مصدق وحيات ربنا ده اللي قلناه في حلقة مبارح ده اللي قلناه بالملي ولو علي جدع يجيب لي فقرة من حلقة مبارح وانا واقع بلبس ياهو هتشوف لبس غير النهاردة حلقة مبارح طلعنا تكلمنا على الاستوانات دي بالظبط وكأنه وكأنه ما بيفكرش طلع النهاردة تكلم عن ثلاث استوانات دول بالظبط استوانات الوعود البراقة والكلام العسل عسل تبريراته من الفشل بيفشل ليه تحذيراته الحقيقة من انه لو حصل له حاجة او رمش عينه اللي جرحني رمش عينه البلد هتضيع انا قلت الكلام ده مبارح تعالي شوف بقى الاستوانة الايه السيسي طالع يقول اسبره سعدوني وقفوا في ظهري النهاردة ده قلناه مبارح النهاردة بقى طالع يقول ايه العب طب انا عندي عزمة طب انا عندي مشكلة هتتحللوا عنه انا بكلم المصريين هتتخلوا عنها خسبوها يعني هتقولوا زي ما قالوا كده السيدنا موسى إذا بقى انتو ربك في قاتلة ولا ايه هو احنا لما كلمنا مع بعض في 2013 و14 مش هانا قلتلكم عن الحقاق اللي موجودة وقلتلكم ان ده مش هيبقى جهد حكومة ولا جهد قيادة ولا جهد ده جهدنا مع بعض وكلنا نشيل عشان نعدي بيه ده انا بقول ده على فرض يعني الكلام اللي بيتعال ده حقيقة هندي ضهرنا لأ ولا ايه ولا نوقف نوقف مزجوط عليها ولا لا هنبالكو كده عشان ده موضوع مهم موضوع مهم انك انت تفضل حاطة كتفك في ظهر بلدك في كل وقت مش في ظهري انا لا ولا في ظهر الحكومة لا لا ظهر بلدك اللي انت عايش فيها دي اول استوانة طب خليك معايا معلش عيد تاني عشان البيه انبارح كنا هنا بالليل زي دلوقتي قبل ما سيسي يطلع وقلنا لكم السيسي لما بيطلع بيعمل ثلاث استوانات الصبر والوعود البراقة اسباب الفشل انتو مش هو وبقاني التحذيرات لمصر تقع اللي ما حضرش حلقة مبارح انا هفكره بالحلقة دي او بجزء من الحلقة دي تفضل ومش هيقدر ينقذك انتو الاثنين فشلة وكدبين وحتى لو طلع عشان يعوض خبتك زي ما انت عايزه يطلع ويحاول يؤثر على الناس بالاستوانات العاطفية فكلامه مش هيخرج عن الاستوانات المشروح التلاتة اللي بيسمعهم لنا من 2014 استوانت الوعود استوانت التبرير ثم استوانت التحذير تعالي احمد اللخص لك دماغ السيسي اللي اخرك اللي شبهك عاملة ازاي اسمع كده اهو العب العب اهو استوانات السيسي المشروخ الديني وعود براقة اصبروا انا ما ضيعتوش عقل كده الانجازات غير مسبوقة هتشوفوا مصر في 30 ستة التبريرات بقى صورة يناير بوزة الدنيا كورونا و اوكرانيا بوزة الدنيا زيادة السكان مش بخلينا عرف انام مؤامرات اهل الشر اللي عادين في لندن طيب التحذيرات بقى مش هين حسن من سوريا والعراق البلاد اللي بتضيح ما بترجعش ده كان مبارح كان مبارح الصبح طلع عمل نفس السكريبت احنا من الصحر يا حضرات احنا تهمناه وحفظينه الصبح طلع يتكلم على الاستوانة الاولى اه ده من حلقة مبارح هاتلي بقى الاستوانة هاتلي الاستوانات التانية بقى النهاردة الصبح طلع يتكلم على الاستوانة الاولى اسبروا سعدوني اقفوا في ضهري ضهري مش عارف عامل ازاي والنبي والولي واحنا قلنا ولأ هتعمله زي بتوع سيدنا موسى اذهب انت وربك فقاتلة هفكرك تاني بالفيديو النهاردة فضل النهاردة الفيديو النهاردة طالع يقول سعدوني اقف في ضهري نفس الكلام اصبر معايا سنتين اصبر معايا ستشهور اقفوا جنب مصر الى اخر يعني طب انا عندي ازمة طب انا عندي مشكلة هتتخلوا عنها انا بتكلم المصريين هتتخلوا عنها هتسيبوها يعني هتقولوا زي ما قالوا كده لسيدنا موسى اذهب انت وربك فقاتلة انا عامل انجازات اصدار تانية بقى بدليل ان انت الوحيدين ان اجيتوا وربنا كان معايا نشوف السيسي وبيقول ان الله لا يستعامل مفسدين لو احنا كنا مفسدين ما كناش عاملنا كده العرب ان ربنا سبحانه وتعالى ان الله لا يصلح عمل المفسدين لو احنا مفسدين مش هننجح ربنا واحد المطالع علينا ان الله لا يصلح عمل المفسدين اذا كنا احنا مصلحين في الارض بنبني ونعمر وبننمي وعايزين نعيش اهلنا وشعبنا ونغير حياتهم للافضل لازم تكونوا متؤكدين ان ربنا نساعد واللي خسل في السنين اللي فاتت والله دهن انت الواحدين اللي نجاتهم انت الواحدين خلتي قاعدة بقى خالتي قاعدة بقى دهن انت الواحدين يا ادا انت الواحدين دي الاستوانة الاولى الاستوانة التانية ما هي التبرير ودي سيسي بقة قفرط فيها قوي وفاضلا يشغالها وايكرارها كتير شوية قالوا وديcan ايهان transp쳐 لا الاسطونات هات الاسطونات الاسطونات تانية بقى التبرير شوية قالك شماعة يناير واللي حصل في يناير وشوية اضاف عليهم اهي الاسطونات تانية صورة يناير كورونا زياد السكان مؤامرة اهل الشر افرت قوي بقى في الكلام النهاردة على صورة يناير ورقبت رقم خزعبلي من الخسائر قالك صورة نبيه اقولها هنا صورة يناير تسببت في ان مصر خسرت اربعمية وستين مليار مليار دولار تعال نشوف كده اسمع السيسي بيولي انت ليه مش عايد ستفع تكلفة اللي عملته في 2011 و2013 واللي انت عملته ده مش كان ليه تأثير مدمر على اقتصابك انا بقول كلام من صعيح مش كان ليه تأثير مدمر على اقتصابك مش لما اقزة لما جينا نحسب الرقم ده لانه ده خلنا في 150 مليار دولار ويحنا يعني الدولارات عندنا بالكده عشان نقشى رباية وخسر مليار دولار في 3-4 سنين ده كان ده كله ده على احساب مستقبل مصر وحضرها انا بقول لكم عشان تبقوا في السورة يا جماعة بجام انتو عملتوا اجراء كلنا مع بعدينا بقى نستحمله مش حد يقولك ايه لا احنا نطلق نعمل اجراءين ونرجع البيت ويلا اكملوا امتو اعملوا امتو بقى حلونا المسألة لا احنا بنحل المسألة مع بعدينا احنا بنحل ايه المسألة مع بعدينا انا بقولها لكل المصريين ما تقوليش بعد ما تعمل اللي عملته يلا خلصني للموضوع لا احنا حمل ثورة يناير انا طبعا فزعني انا واحد من الناس اللي فزعني الرقم الفزوع اللي قالوا ان ثورة يناير تسببت في خسارة مصر لربعمية وخمسين مليار دولار وهو بتاع ايه الرقم ده ما تعرفش هل لما طلعنا في يناير فككنا الهرم وبعناه هل لما طلعنا في يناير ناس سحبت قناة السويس وديت حيطة دولار ما تعرف بتاع ايه الربعمية وخمسة الربعمية وستين مليار بتاع ايه ده البنك المركزي كان الاحتياط النقد فيه وقتها ستة وتلاتين مليار بتاع ايه ربعمية وخمسين مليار بتاع ايه على اي حال مش هضيع وقت هنرجع للارقام بتاع فتح لانا وعنده مشكلة مع الارقام اصبر علي كده لكن دي كانت واحدة من الحجج شوية ورجع يقولك حرب اوكرانيا والازمة العالمية هي السبب احنا لسه فلسطوانا رقم اثنين تبرير الفشل العب او قبل الاقتصادة الكلم الاول على موضوع السلع وطول فرعة وايضا الاسعار المرتبطة بها واسمحوا لي ان انا يعني اقولكم ايه في كلام كتير بيتقال على ان الازمة دي ازمة عالمية ويها تأثير كبير جدا على كل دول العالم واحنا منهم لا الراجل ما كذبناش ما كذبناش هاتل الاستوانات يا ما تنساش الاستوانات يا الله يخليك يا عز يا علي عز الاستوانات الراجل ما كذبناش في الاستوانات التاني صورة يناير كورونا الراجل ما بيكذبش وطبعا مؤامرة اهل الشر شوية شولك لا ده الزيادة السكانية النهاردة بيقول انتو شعب كتير نسمع كده وبيقولك لحد النهاردة زيدنا 25 مليون اسمع نقطة تانية انت بتتكلم من 2011 للنهاردة زيدنا 25 مليون ربال كلام مزبوط 25 مليون طب دول هايزين يعيشوا يعني اللي كان عنده سنة بانهاردة عنده 12-13-14 سنة صح كده طب اللي كان عنده عشرة عايز يشتغل وتجاوز يبقى عنده بيت 20-25 مليون ده بأمر دول كاملة عددها نص العدد ده عايشة بيباله السنين طب انت حتكمل ده ازاي ما الراجل يا جماعة وحيات ربنا كان رئيس تحريره هو رئيس تحرير برنامج ده وكان فريق اللي أعدله الكلام بتاع النهاردة يبدو ان الفريق بيخني وبيعدله ما خرجش عن استوانات في تبريغ الفاشل ثورة يناير كورونا زيادة السكان ومؤامرة أل الشرق نيجي بقى الاستوانة التالتة لما يفشل بقى خلاص ويفلس يقولك نحسن من سوريا والعراق البلاد اللي بتضيع الكلام ده قلناه مبارح الكلام ده ايش شوف حلقة مبارح قلناه بالنص البلاد اللي بتضيع ما بتضيعش بالنص يا حضرات بالنص مبارح بنقول هيقول لكم البلاد اللي بتضيع ما بتضيع ما امرات بقى أهل الشر والبلاد واللي قالك هيعملوا كل ده عشان أنا رافر رافر التصالح نسمع السيسيو بيتكلم والشغل ده هيزيد عليكم والتشكيك هيبقى عبدر طب ليه اقول لكم ايه طب من الصالح الصالح انا ما كلمكم بجد ولا يعني زي كنتوا عايزين تفهموا ليه هنعمل ايه نتصالح نتصالح يعني ايه نتصالح يعني يا دكتور معي مع مين نتصالح يوم يوم يومي خلاص بقى هنتصالح ناخد مساحة ونتحرف وما نعملش كده الاحيل 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 فانت مش عايز طب طول ما انت موجود بقى مفيش فائدة فيك تقول لي يا دكتور طول ما اللي موجود ايه نخلص منه بأي طريقة بقى ربنا عندنا عم انما الامر كله لله سبحانه وتعالى لا حد بيتخلص من حد ولا حد بيقعد حد هو ربنا اللي بيقعد و بيمشي صباعه قد كده يعني انا او العاوي انا او العاوي الحل عنده انك تقبلني بمشاكلي وفسادي وقصوري وطياراتي والبلاوي بتاعتي احسن والله اجيب لك العاوي والعاوي هم الايه الاخوان هو بيقعد كده يعني نتصالح نتصالح يعني يا دكتور معيت اه هتقبل البلاوي الزرق اللي انت شايفها دي وطياراتي والحاجات دي والمدام والبراندهات وكده ولا اجيب لك العاوي شغلة قطع طرق هتطلع اللي بجيبك ولا اشروتك السيسي طالع قالك البلاد اللي بتروح ما بترجعش نفس النص اللي قلناه بارح والنح سحنة احسن من سوريا والعراق وما تخربوش بلدكم اسمع النص اللي قلناه بارح اللي كتبناه بارح السيسي قاله بالنص العب يا عزي كويس حوالا منكن وتعرفوا ان البلاد اللي بتروح يمكن ما ترجعش يا رب ترجع لكن يمكن ما ترجعش علي مش مسدق علي طب يا علي عيد الجزء بتاع امبارح وشوف اللي احنا قلناه امبارح في الاسطولة التالتة في حلقة امبارح عيد وعيد دي يعني اهتفز دي بدي علي بالجملة دي البلاد اللي بتروح ما ترجعش هتبقى حالة امبارح كده بالنص بالنص لا احنا بنسحر بالنص عارفيني الراجل هيقول ايه اصده فلس ده ما عندوش حاجة بالنص بتقول اسمع 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 لمبارح كله هيتحاسب دول يا احمد اللي هيقولهم السيسي فما تعودش بقى ايه تستنى يوسف بيه واهبي يجي خلصك القصة دي الخلاصة لا الوعود هتاكل مع المصريين لانهم شهبوا وعود ولا التبرير هيداري على المشاكل اهو دي حلقة امبارح دي حلقة امبارح اهو وننصه البلاد اللي بتضيع ما بترجعش دي حلقة امبارح دي حلقة من اربعة وشين ساعة فاما ان فريق الاعداد بيخني ويكتب للسيسي واما ان احنا حفظنا السيسي وبقينا حاجة جامدة جدا اللي قلناه امبارح بالنص قاله سيسي الصبح سواء استونط الوعود او تبريره للفشل او تحذيره وان البلاد اللي بتروح ما بترجعش او يمكن ما ترجعش خلينا نشوف كده السيسي وبتكلم احنا مع بعض مسؤولين عنها هنشيل وزرها لما نخربها وما تسمعوش كلام حد عايز يخربكم اسمع كده انا بقولي الكلام دليلة ليه عشان احنا مع بعض مسؤولين عنها وانت بتتكلم خلي بالك وانت بتتكلم خلي بالك انت هتبقى شال وز كبير قوي لما تخربها كبير قوي وبرضو خلي بالك وانت بتعمرها وتبنيها هتاخد اجر كبير قوي لان هو ده الحقيقة احبوش تسمعوا الحقيقة ولا ايه؟ وعشان تعرفوا ان انتوا عايزين تفزالوا وتشتغلوا خلي بالكوا تبقوا حرسين تسمعوش كلام حد هايز يخربكم عشان ايه؟ بتبني مصنع حلو السلب بتبني القومية الاسبنت بتبني شركة اسكندرية بتبني شركات الغاز اللي كل دي قفلته وبتبني امي لو بتهدي بتعمل ايه؟ هنرجع للكلام ده تاني بس بعدين انما دي صوانات السيسي اللي تكلمنا عنها مبارح واللي السيسي نفزها بالحرف النهاردة الوعود التبرير التحذير واللي مخرجش عنها السيسي يا حضرات فعلا زي ما اللوحة اللي قبل دي موجود السيسي مقزوم مقزوم جدا عشان كده اللوحة اللي دي اللوحة اللي بعد دي السيسي مقزوم مقزوم لدرجة خرج يدافع عن مشروع التفريعة اللي تكلمنا عنه امبارح والله العظيم المشروع اللي تكلمنا عنه مبارح وقلنا انه فاشل طالع السيسي يتكلم عنه مبارح يعني السيسي مسك في التفريعة واعتبروا اكبر نموذج ناجح في مشاريعه ده لسه مبارح بنتكلم عنه حضرات السادة انت مش مصدق يا علي ومش عايز تصدق ان انت كنت نايم ولسه نايم لحد الوقت يا حضرات نشوف الفيديو ده لعبد الفتاح السيسي اللي قال لنا ويرد علينا ان احنا جزبنا وقادي قناة السويس اولا احفتاح القصة ان القناة ما كانتش اولوية وان احنا دلوقتي بندخل سبعة من خمسة مليار لسبعة بدل سبعة بدل خمسة مليار سبعة مليار والكلام ده هردلك علي بس بعد ما شد الفيديو ده كلام كتير في الوقت دوت وتقال يا ترى ده مطلوب يتعامل ولا مانش مطلوب الدولة بتعمل ايه؟ وانا بذكر دي عشان الفرصة اللي عايز يدافع ويتكلم عن حالة الإساءة والتشكيك للدولة وخفض روح معلوية شعبها المثال قدامكم وواضح مش محتاج ان احنا نفكر فيه كتاب انت بتتكلم كان تقريبا داخلنا اربعة وثمانية خمسة مش كده؟ بالكتير يعني لما ارضحنا بنتكلم في خمسة ونص وستة وسبعة ولسه لو انتو جبتوا الرقم اللي اتدفع في الوقت دوت في عمل التوسع عادية هتجدون الرقم ده احنا خدنا بتطر منه حلال الاربعة وخمسة سنة اللي بيته يعني انا صعبان علي الفقرات بتاع عنق مصطفى مدبولي طول الوقت عمالي هز فراسه طب موقع الزاوية رد عليك موقع الزاوية التابع لوكالة الانباء رايترز رصد قبل وبعد 2015 لما تم افتتاح التفريع وجلت بلك مبارح يا فتاح اهو موقع الزاوية بتاع رايترز قال لك اهو ما حصلش التطور الرهيب اللي حضرتك بتكلم عنه لان ببساطة عبد الفتاح اهو 2020 القناة جابت خمسة مليار 2019 القناة جابت خمسة مليار وفاصل تماني القناة 2018 القناة جابت خمسة مليار فاصل سبعة سبعتاشر خمسة مليار فاصل تلاتة 16 يعني هي نفس القصة فين السبعة بقى جبتها منين السبعة دي وجبنا سبعة مليار مش كده مستمع تقولي ايوه سبعة فين السبعة انتوا اتحكتوا على المصريين وعدتوهم من الارادات هيوصلوا لمية مليار دولار مش احنا انتوا انتوا اتحكتوا على الناس اهو قادي مميش طلع اهو في اليوم السابع قناة السويس الجديدة ستدر مية مليار دولار سنوية اهو ابو لمعة اما قصة بقى انها مش اولوية وتسببها في الخرار ده ما كانش كلامنا مش احنا اللي قلنا ان حفر التفريعة اللي انت مسميها قناة السويس ما كانتش لازم تبقى اولوية مش احنا اللي قلنا الكلام ده ده كان كلام هشام رامز محافظ البنك المركزي قبل التعويم وقال ان ده عمل ازم الدولار وقال هو اللي توقع هشام رامز وقال وكان محافظ البنك اسمع كده في دولار والدولار يتم استخدامه بخير محله اكتر يعني خلينا نقول السنة دي احنا عدينا بحاجات انتانية يعني هي انها نريكاري باية توزنها مش متكررين حط فرق سويس ده انجاز طبعا كبير انه تم فسنة لكن فيه حفارات جدنا هم كل حتق العالم وكان فتت مبلغ كبير عشان نقدمها من هذا العمل الممتاز اللي تعمل ان تم محافر القناة فسنة والمصريين حطوا فلسهم بالجنيه المصري مش بالدولار وده طبيع وده كان مش مفروض ان احنا نقوم المصريين اللي هو يساهم بالدولار ويبنيه من الدولارة للبلد لكن احنا تكلفنا التكلفة دي هي جاليها عاية عن مدى المتعصف اكيد يعني يعني مش احنا اللي قلنا انا مش اولويات مش احنا اللي قلنا ان انت تم افراغ خزائن البنك المركزي عشان بدل ما تعمل مشروع في ثلاث سنين عملته في سنة عشان تقض وتجيب الحديدة وتقعد تغني عن الناس بعد كل ده ما ينفعش بقى تقول ان احنا بنشكك لا يا فتاح الارقام هي الارقام خلينا نشوف كده عفتاحه ويقول انا بقول الكلام ده مين بقول الكلام ده ليه نحنا كاعلاميين وكا حايزين تتكلموا على البلد وتتكلموا على اللي حد يطلق موضوع يشكتكم في اجراء وكأن الدولة دي ما بتفكرش وممتدرس وبتشتغل بشكل عشوائي وكأنها مش عارفة حاجة في الدنيا وهم اللي عارفين اي حاجة بتتعمل بتتعمل بدرسات بتتعمل مش مش احنا عادين بس قاعدة مع بعضها كده لا دي مكاتب عالمية ولا دي بقول كلام كل شيء بتدرس عشان الدولة دي بتيعمل كل حاجة بدراسات الدولة اللي انت الدولة اللي انت بتديرها دي النظام ده بيعمل كل حاجة بدراسات يعني انت كنت تدارس مشروع التفريع كويس وكل المشروع التانية انا بس يا سيسي انا هرد عليك من كلامك انت انت اللي قلت انا مش بتاع دراسات جدوة انت اللي قلتوا ان مشروع التفريع كانت مكالمة حب بينك وبين مهاب ما مش بالليل في نص الليل وانك انت صحيت الصبح اخدت قرار بالتفريع انت اللي قلت انا مش بتاع دراسات اهو لا انا درس ايه درس هتدرس درس الموضوع زي ما انتوا عايزين احنا واحنا في مصر كان دراسات الجدوة لو انا مشيت بيها كنا حنحقق فقط عشرين لخمسة وعشرين فلمية مما حققنا دخلت نمت من الزعنان جدا نشاهد وان ان شاغته ليت ً اام أو طاني يوم أحتاج Particularly في طيب فان صح لقت تليبه سپله المشافر مع سيدة اللي في مهام قلت له أيها كان سيدة الرئيسة اللي بيك قال لي أنت نمت قلت له اه أنا نمت قال لي لا ما نمتش قلت له عشان شكل قال لي أهو قلت له قبلة لأن تنتيجون بكراسة قال لي طب ما طرحش المكتب ما طرحش المكتب حققت الورق وإيه؟ تعالة قلت حققته مش إحنا اللي قلني عبد الفتاح مش إحنا اللي قلني أنك إنت شبت عدرسات جدوى وإنك ما درستش ولا مشروع من أنت بتعمله لدرسة جدوى العاصمة الإدارية ولدرسة تفريقية قناة السويس ولدرسة أي حاجة مش إحنا اللي قلنا ده أنت اللي قلت أنا مش بتاع درسات جدوى أتفرج يا عبد الفتاح أنتو الاثنين قدام بعض عبد الفتاح وعبد الفتاح السيسي ودرسات الجدوى 2018 بيقول لو درسات الجدوى أنا مشيت بيها وخلتها العامل الحاسم في حل المسائل بمصر أنا أتصور أنا ما كناش حققنا عشرين أو خمسة وعشرين في مهم حققناه النهاردة جاي يقول كل مشروعات بتنفذها بناء على دراسات مسبقة بالتعاون مع مكاتب عالمية مش قاعدين نعملها مع بعض كده عشان بيصرب مقتضاها مليارات الجنيهات ده أنت اللي قلت ده مهابنا مش طلع فضحك بيكلمك على مشروع والصبح تكلمه أنت نمت لا يا حبيب تبقفل وفي الآخر قال له تعالي على المكتب ننفذ المشروع لدراسات جدوى ول 64 مليار فنوس المصريين ترمت في الأرض في مليارات الدولارات البنك المركزي اتخذت عشان مشروع هو حلم بيه مهابه ميش وانت نفسته للصبح لو عايز نموذج تاني بقى أن القناة عملت عشان رفح الروح المعنوية فيكفي أنك انت بعد كل الصرف ده كانت القناة فيها عيوب اضطرت تعمل مشروع تاني لتطويرها بعد أزمة السفينة ايفر جيفن اللي اتحشرت في البتاع ده الممر والمشروع التطوير هيكلف 14 مليار الخبره توسعة جديدة قناة السويس المصرية بتكلفة 14 مليار دولار ده كان في مايو 21 لأن بعد ايفر جيفن الدنيا قلت لك لا بقى ده فيك مشكلة وهنعمق الجزء الجنوب من النوار المائي الذي علقت فيه السفينة الحوية ايفر جيفن في مارس كذا وعطلت المرور يعني مفيش دراسة وأخيرا حكايت بقى أن القناة بتصرف على نفسها وهي اللي بتمول التطوير الجديد فدي كتبة لأن القناة مديونة ساعتك وبتستلف من البنوك 20 مليار اسمع بقى السيس بيولي طب دلوقت احنا لما جينا نعمل وبيش يقل تانى دول خدنا عملنا عملنا بتتابع دكتور بصفر ما هي اللي بيعمل المشروع هاي تقلات السويس هاي تقلات السويس نعمل كلام مزبوط تطيع البلد فعليا دولة العميان دولة العميان هو اللي بيقول يا دولة العميان قولي أو قولي اللي بيحكمك خف فاقت هممنا الحقيقة جبال وهو ولا بيحس واقفين في قلب طبور عايشين فيكي بالدور عشان نحقق حلم والحلم مات من الوقفة وابنه مات بعده راضيين نموت من الجوع لكن اللي حكمك لا يا دولة العميان دقي نقوس الخطر ده اللي حكمنا جبان ماهوش اساسا بشر سجن اللي قال تعبان قتل اللي يوم اعترض ما رحمش فيكي ضعيف ولا ترك له سند يا دولة العميان يكفيكي زيف وغش ما تقولي عايزة ايه وتجيلنا كده وش في وش ماكفاية غدر وخوف ماكفاية سحل وسجن ماكفاية ابنك هاجر وتعبنا عشتك زل